اشتركوا في القناة اي اي اس تصرح ان اي اي ربما تود التعاقد مع احمل الدوسري على ان يكون على غلاف فيفا 22 تسريبات محادثات بين اسكو و كرفخال ان احمل الدوسري سوف يكون بديل عن بنزيمة واخر التطورات في تهكير مدير اعمال احمل الدوسري بحيث ان الهاكر يبتز مدير اللاعب ويطالبه بمبلغ 30 الف دولار فتح مطعمين باسم اللاعب احمل الدوسري والثالث قيد الانشاء صحيفة الهابد الرسمية تؤكد ان احمل الدوسري على بعد خطوة واحدة من الانتقال الى ريال مدريد الاعلامين ناقد محمد الرواس يسر بمحادثة واتس اوب بين اللاعب احمل الدوسري ومحل الشاورمان اللي يشترى منه دايما وقيل في المحادثة قلتلك شطة قليل يجيني يمساك اثناء المباراة نحن الى رهاية اخبار على السريع محدثكم زليخ الزليخي الى اللقاء سلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا شباب اهلا بكم اجمعت الخير في مقطع جديد حياكم الله جميعا حلم المفقود اجمع اشكركم كل حلقة على دعمكم الاسطوري والمتورة سزد انكم في قلوب يا شباب والله انكم في القرب والله يعطيكم العافية على دعم كهر نار وشرار ريال مدريد فنار بخش ليفر كوزين ومبارتين في الدورة اذا فزنا على ريال مدريد راح يتأكد وصولنا الى الدورة القادمة في دورة الابطة كذلك اذا فزنا على فنار بخش راح ناخذ المركز الاول يعني انا ما احب انه تكون مباريات قوية في بداية الحلقة اذا احبها تكون في نهاية الحلقة عشان تقعد لنهاية الحلقة وتتابعها سيلا عدياتوا في ظروف كده عالعموم يا جماعة يعطيكم العافية وهيا بنا الى السنتياغو برنبيو وانفوز عليهم في ارضهم وبين جمهورهم ونسبة للزيدان انه انا الخير الافضل مكان بنزين تشكيلة مدريد زي ما هي بس فينيسيس يونيور وردريغو وينهم يا ولد يا عمري روح روح اركض اركض ها ها تكفك سجلي كبير حرم على امك حرم روح كبير روح روح يلا كبير يلا سجل لا السلام ما في اشي لا ان شاء الله ما في اشي الحمد لله ربي ستر والله انا نسيت الامباراة وشو متسلل لا لا يا شيخ فالفيردي راح انفرد تكفى حارس يلا يا معلم يلا الشغل ويا ولا تشدين خياص انا نسيت الامباراة وخسرنا مو مشكل اخوان خسرنا ضد ريال مدريد سنتياقو على ارضهم بين جمهورهم وحنا قد فايزين عليهم في الذهب الموضوع ان شاء الله ما يعوّر مرة شوية اعوّر شوية 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 فنار بخش واحد وثلاثين حنا كم ثلاثين نفوز عليهم ناخذ المركز الاول بسم الله يلا يلا بسم الله على بركة الله يلا 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 حلوين تكفى يا احمد متى هسجل من هنا بيتا عمري يلا 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 هي يا لا 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 تكفى لا والله لا والله لا يلا يا شباب ما يصير يلا 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 تكفى احمد سنجل الله يلعن القدمة الله ياخذ ام الشغل بلنتي هو او بلنتي 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 يس يس سجلك، لا، سجل، 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 سجل الله عليك، سجل الله خلاص، بأصفر حاكم، عندنا مشكلة الآن آه، هيا أحمد، احذر 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 ماذا تفعل، ماذا تفكر، ماذا تفعل، ماذا تفعل، احذر من اللعيبة أعلم أنك تفضل، لكن أحتاج أكثر، أحتاج أكثر موسيقى والله حرام، مفترض تنتيب نتيجة، موتعادن آآ، كابتن أحمد ملاحظ عليك مؤخراً نزول في المستوى بشكل غير مفهوم أباك تعلمني، ويش السبب، ويسيب ضيع الفرص يعني أنا حاولت، يعني أنصفني، أنه أنا إنسان حاولت في المباراة جاتني فرص، بس ما استغليتها، بس هذا هو طيب، هل صحيح أنك تتقاضى أكثر من باقي اللاعبين بالدبل؟ غير صحيح، غير صحيح أنا اللي أستلمه، نفس المبلغ المتفق عليه لكن المبلغ يتم، يعني الراتب ما يوصلني بشكل مباشر من النادي، لا يوصل لمدير أعمالي ومدير أعمالي آآ، في مشكلة أستاذ أحمد، في شيء استوعبته يعني، ولا شلو؟ السلام عليكم عليكم السلام وينك؟ موجود، أنا قريب أبغى أن أتقابل الآن بس صعب الآن، لديك كم شغلة، لأنا أخلصها وبعدين أجيك خير نجد لا، أنا أبغاك الآن تقابل، ضروري، موضوع مهم جداً صعب يا أبو حميد، ما أقدر، خليني أخلص شغلي وأجيك مباشر في حين أنا تضحك علي يا جزمة، أفا؟ الفلوس تتحول لك من النادي، حسابك الشخصي، أنا قلت فيها إن، طلع أنه الراتب اللي أنا أسلمه أعلى بكثير، أنت تأخذ نصيبك وتعطيني الباقي ما شاء الله عليك لا لا لا، يعلم الله أنه نفس المبلغ والله العظيم يا أخي، أنت قل لي أنا جاي أسألك، أنت قل لي إيش الموضوع بالضبط؟ يا أخي، يجي هاك وصف جزمة زي هذا، ينشر معلومات للعالم زي كده، بعدين ترى اللعيبة في النادي، بينظروري، يعني نظرة غيرة، أنا عارف، أنا عارف، أنه هذا ليش سليم الراتب أعلى مننا بكثير، هذا الشي موف صالحي أصلاً، أنا ما أبغى الزيادة، حتى لو كانت هذه الزيادة أنا أخذها، أنا ما أبغاها، طيب اسمعني أنت الآن وصلي على النبي وأخذ الموضوع بالكامل، ها، أي شا الموضوع؟ الموضوع أنه أنا أخذ راتبك، حلو، وأسدد فيه الضرائب اللي مفروضة عليك، وأعطيك ليها جاهز، من غير الضرائب، بس، أنت عشان ما تصدع راسك، أنت تأخذ فلوس جاهزة، عب عليك، أحلف لك يعني، تصدقني أو لا بك؟ لا تصدقني يا أبوي، أنا شغال مع أبوكبو، شغال مع براي موفيتش، شغال مع كريسيانو، بقي أحلف لك، أكيد تعتذر؟ أتوقع أني أسأت الضند فيك، أكيد أسأت، والله، وردك اللي تحية هذه والله العظيم، قسم بالأخير، داخل علي عرض بهذا الشكل بدون أسلوب، صادم، 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 يا أخي، خل عندك شوية احترافية في التعامل، والله أنا أعتذر منك، وأفكر إذا أقبل اعتذارك أو لا، لكن أنا شفت يعني، يعني أنا ما، ما كتبت في مغرب شيء، ما أنت ولا 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 ولا، أتأكد منك أول، ولا تأكد ولا شيء، داخل علي عرض الله هيديك، أنا أصدر عندي تمرين بعد شوية، فيمان الله، أشغلتنا، مع السلامة، فيمان الكريم، صرنا في المركز الثالث الآن، ما شاء الله تبارك الله، متعدلين مع صاحب المركز الثاني، طبعا قوتي أخوان سارة 79، لا الراتب ما يزيد، خلاص الراتب نفس الراتب اللي أعطونك هي أول ما تتعاقد معهم، بس قيمتي في السوق 28 مليون، والله قريل، أنا لعب وعد كويس، وهداف وممتاز وموري تمام، عندنا مباراة يا جماعة ضد فريق الديك، لازم هذا المباراة، أسجل فيها هاترك، بس عشان أرجع ثقة الجمهور فيها، من الله، يلا يلا، لا لا لا، تكفى لا، صح، حارسنا يلا، يلا، يلا كبير أحمد، لا يا أخي، اشبومك مضيعة الفرص، خلاص، تكفى، أحمد يلا السرجل، يلا يا أحمد، يلا يا أحمد، يلا يا أحمد، يلا يا أخذك يا شيخ، ماني محتفل معكم، ماني محتفل، خلاص، بحالي أنا، سجل أخذك، لا تعال، يا عمري، خلاص، سجل، يا أحمد، والله، اقعب، والله، عيب، وفل، قلاص، عاد ما نسجل ايب لات اذهب يلا كبير سجل حمد الله مونا الحمار الوحيد اللي يضيع كده انا مرتاح يس بلانتي هات بلانتي هات اللاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يالله 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 يعني كل شي ايه ما على التمريرات تصير باير ليفركوسن هل عنده امل يتأهل نعم عنده امل عنده امل كبير اذا فاز علينا هذا المباراة في امل انه يتأهل فلازم نفوز هذا المباراة عشان نضمن الصعود للدور القادم من دور الابطال ضد ليفركوسن بالمناسبة ترتيب الهدافين بنيادر الاعرابي هذا اللي لاحقنا في كل مكان الله يصيبه ونيمار ونيريس من اياكس وبعدين انا الهداف الرابع نفس خطاتهم في الذهاب يا جماعة والله بس خطاتهم جامدة زي ما قلت بك كان بترهوacağ 돼요 واقع عني ياهو! ايضا تصال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نراكم إن شاء الله على خير